واحد من اولادنا مرة قال يا شيخ يا شيخ انا عارفك اذا واقل الشاعر وتحفظ الشاعر العربي عندي قصيدة شايفوا كده مالوش في القصائد وقلتو طيب ابن شواء لا 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 لازم تسمعها خلاص يا ابن تتكر على الله صبر اتفضل قال قصيدة قلتو الحمد لله الذي خرجت من جوفك ولو بقيت في جوفك لقتلتك سبحان الله محمد لله الحمد لله برضو اخراج السموم ده مطلوب يعني ده إلهي لله يا رجل الله يرضى عليك المهمة انت عارفين ابو نواس مع المأمون المأمون كان شاعر امير المؤمنين فقال قصيدة عارفين انتو القصة فلما قال قصيدة فمدحه الحاضرون طبعا لازم حتى لو كانت ايه كلام ابو نواس رغم من الصعلوك لكن شجاع يا اخي ما رأيك ابو نواس قال له والله ما فيها من الشاعر شيئا يا امير المؤمنين فربيض هاش في الشاعر شيئا الودو على الاستبل رموه رموه على الاستبل خلاص اكرموه يعني وودو على الاستبل هناك بين البغال والحمير شهرا كاملا وبعدين عفعا تعالى فقال قصيدة مرة اخرى المأمون نفسه في قصيدة جديدة يعني كاملا وهاش في النصف القصيدة وهمتصفها ع أيام ابو نواس ماشى إلى اين يا ابو نواس ؟ قال له إلى الاستبل يا امير المؤمنين ماذا انا استاني الذي لا متصدا القرار انا ماذا انا واضح الكلام PHIL if some of you قال هنا تقول لدي هذا الشاعر بسمحان الله وسلم انفعش الكلام حكا مالروح حشان ان ايه ؟ هذه الليدة لولي وقت امير المؤمنين خلينا ايه انخلص من الاول